قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم هذا حديث عظيم في فضل العلم وطلبه وأن سلوك طريق العلم مسلك طريقا يلتمس فيه علما أي يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيه أن سلوك طريق العلم باب من أبواب الجنة وذلك أن الجنة إنما تنال وتدخل بعد رحمة الله عز وجل وفضله بالعمل تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي من الأعمال الصالحة والعمل لا يعرف صلاحه إلا بالعلم والعلم أيضا هو الذي يحث على العمل كلما ازداد المرء علما ومعرفة بالترهيب والترهيب وغير ذلك لكن ما جاء في الكتاب بالسنة أقبلت نفسه على العمل فالعلم النافع يدعو إلى العمل الصالح يدعو إلى العمل الصالح والعمل الصالح يوصل إلى الجنة ولهذا جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما يلتمس فيه علما ولا يلزم في السلوك المشي على القدمين هذا من السلوك يعني يمشي إلى مكان فيه علم ليحضر العلم لكن قد يكون الإنسان مقعدا مثلا ويذهب إلى مكان العلم يدخل في الحديث المرأة في بيتها الآن مع وسائل التواصل لما ترتبط بحلق علمية تبث أو دروس علمية تنشر وتتابع هذه الدروس وفي بيتها في مصلاها في بيتها تدخل في هذا الحديث ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نعم